السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونرحب بكم من جديد الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا ايها الاحباب الكرام مع سورة الاعرف التي نزلت على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليثبت فؤاده ولكي يغرس في عقله وقلبه عقيدة التوحيد يبشر بها قومه ومن ثم يقنعهم بالبعث والنشور هذه القضايا الجوهرية التي ميزت القرآن المكي تحدثنا في سورة الاعرف عن موكب الانبياء وموكب المرسلين وذكرنا سلسلة طويلة من الانبياء ووصلنا الى قصة نبي الله الكليم سيدنا موسى عليه السلام سيدنا موسى عليه السلام ذكره الله تعالى كثيرا في كتابه العزيز ذكر مئة وتلاتين مرة اسم موسى ذكر مئة وتلاتين مرة وتعدد ذكره في السور القرآن الكريم فيه في مئة وأربعة عشر سورة سيدنا موسى الكليم عليه السلام ذكر في أربعة وتلاتين سورة وهذا يدل على القضية الكبرى التي كان يتكلف بها نبي الله الكليم موسى عليه السلام فقضيته شبيهة بقضية سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام واجه واجه صعوبات كثيرة في دعوته وهناك حيتيات متعددة تعتور مصار دعوته هكذا كان أيضاً مصار دعوة نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلهذا ربنا استفاد في ذكر قصة موسى مع قومه ومع فرعون ومع نفسه ومع أسرته ومع غيره ممن حوله حتى يستفيد منها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مصار الدعوة الإسلامية وأيضاً غايته أن يفتح صفحة بيضاء مع أهل الكتاب خصوصاً مع اليهود الذين كانوا في مكة وفي المدينة وما حولها كان كل مرة يأتيهم بالجديد عن نبيهم سيدنا موسى عليه السلام لعلهم يقتنعوا بأنه النبي مرسل وأن هذه الأخبار الدقيقة والصحيحة جداً التي أتى بها لا يمكن أن يأتي بها من فراغ وإنما هي وحي من السماء فقد جاء كلام الله سبحانه وتعالى فيه عدة معطيات وقفنا أيها الأحباب الكرام لما أمر نبي الله موسى عليه السلام بأن ينزل إلى مصر طلب الله تعلمينه أن ينزل إلى مصر وسيدنا موسى كما تعلمون كان قوي البدن وقوي الشخصية حتى إن الله تلعطاه طول العمر سيدنا موسى عاش مئة وثلاثون ثلاثة وعشرين سنة مئة وثلاثة وعشرين سنة قضى مع فرعون لمفرده ثلاثة وعشرين سنة في الجدال وفي النقاش وفي الحوار وقد طلب منه الله تعالى أن يعمل على إخراج بني إسرائيل من مصر حيث كان عندهم الذل والهوان وكانوا يعانون من الاستكانة ومن التعذيب كان يستحيي نساءهم ويقتل صبيانهم وينهب خيراتهم هذا ما يسمى بسفر الخروج في الكتاب المقدس في التوراة هناك سفر الخلوج فيه هذه القضايا حدث عنها ربنا عز وجل والقرآن الكريم أيضا ذكر بعضا منها بصدق وبيقيم وبعدها سيدنا موسى لما سوف ينجح في إخراج قومه من هذه المنطقة التي هي مصر الفرعونية سوف ينزل في صحراء سيناء في أرض صحراوية قاحلة وهذه الأرض مباركة في المنطقة المباركة المذكورة في القرآن ربنا عز وجل قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون هذه إشارة إلى بيت المقدس إلى فلسطين مهدي عيسى بن مريم والتين والزيتون وطور سينين طور سينين معناها صحراء سيناء التي فيها جبل الطور المقدس وهذا البلد الأمين يعني مكة المكرمة فربنا أقسم بهذه الأماكن المقدسة لأن الأنبياء الثلاث عيسى بن مريم وموسى عليه السلام وسيدنا النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلهم جاءوا بدين واحد اسمه الإسلام وهنا كانت جغرافية التدين والدين والتنزيل والوحي والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لما سوف يقوم سيدنا موسى عليه السلام بإخراج قومه من مصر وسوف يغرق فرعون ومن معه وينجو أتباع بني إسرائيل وهناك سيدنا موسى سوف يعقد ميقات مع ربه ذكرنا في المقطع السابق من سوة الأعراف كيف أن سيدنا موسى أخذ تلاتين يوما لميقاته مع ربه وزاد عشرة أيام ولكي يستعد لسمع كلام الله فلما ذهب سيدنا موسى لسمع كلام الله وسوف يطلب منه سبحانه وتعالى أن يره لما ربنا مكنه من سماع صوته طلب موسى عليه السلام أن يرى الله تعالى وربنا أخبره بأن هذا لا يمكن قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ربنا سوف يتجلل الجبل سوف ربنا يرى الجبل ليس الجبل يرى الله وإنما الله تعالى سوف يرى الجبل ما الذي وقع له اهتز وانفجر وتفتت الجبل فما ظنك يا موسى بأنك لن تستطيع أن تفعل هذا الأمر هذا جبل صلض من صخر ولم يستطع أن يستوعب نور الله وجلال الله وعظمة الله فكيف بك أنت يا موسى أنك تقع في هذا الأمر فلما تجل ربه للجبل جعله دكا وخر موسى سعقا فلما أفاقا قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين والآن أيها الأحباب الكرام دعونا نتمم فصول الآية القرآنية من سورة الأعرف وتوقفنا عند الآية 144 بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إن استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورعوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتمون من بعدي أعجلتموا أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال يا ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجلا سينالهم غضب من ربهم ودلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواحة وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون صدق الله مولانا العظيم آيات البينات من كلام الله عز وجل من سورة الأعراف تتحدث عن قضية الألواح التي سوف يعطيها ربنا عز وجل لسيدنا موسى ما هي هذه الألواح وما هي المضامين التي اشتملت عليها ثم كيف أن بني إسرائيل لما رأوا معجزة الله الباهرة أنقذهم من كيد فرعون ويعلمون الألوهية والتوحيد كيف بهم سوف ينتكسون ويتخذون العجل ويعبدونه من دون الله في البدء ماذا قال الله تعالى لما عاش سيدنا موسى هذه اللحظات النورانية الربانية لما كان في جبل طور وقال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني ربنا أخبر موسى عليه السلام أنه لن يستطيع أن يرى الله في الدنيا الله تعالى لا يمكن أن يرى في الدنيا لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء وأن البصر الذي يتمتع به الإنسان إنما هو محدود جداً خلقه الله تعالى لغاية الإبصار في الحياة الدنيا أما العالم الآخر الملكوت الآخر ففيه مقاييس ومعايير عظيمة وجليلة وجسيمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى فربنا وكأنه يخفف الوطع عن موسى فيقوله يا موسى إني استفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكن من الشاكرين إياك موسى أن تكون من الشاكين لأن الناس إما أن يكونوا من الشاكرين وإما أن يكونوا من الشاكين هناك من يشك ربه إياك يا موسى أن تظن أنني لم أكشف لك عن حقيقة نوري وتظن بأن ربك قد جفاك أو أن ربك قد قلاك لا يا موسى انظر ماذا أعطيتك أنا لم أعطيك الرؤية لأن الرؤية لا يمكن أن تراني في الدنيا لكن أذكر يا موسى النعم التي أعطيتك إياها إني استفيتك على الناس فأنت يا موسى معزز عندنا بأن استفاك الله تعالى على ناسي زمانك برسالاتي وبكلامي فلا أحد يستطيع أن يعطى رسالة هي الشريعة ويسمع كلام الله إلا أنت فاخد ما آتيتك وكن من الشاكرين هذه الآية فيها معنى أن الإنسان قد يكون غير مرتاح وغير فرح ومسرور لما أعطاه الله تعالى قد يعطيه الله أشياء ويمنع عنه أشياء المؤمن تجده دائما شاكرا يقول الله يجعل بركة ما أعطاني ربي في خير غير المؤمن تجده دائما يبكي ويشكو هي المثل معروف تقولك الكأس الفارغ أو الكأس الممتلئ إذا جئنا بكأس نصفه ممتلئ ونصفه فارغ المتفائل يقول هذا الكأس نصفه ممتلئ فهو ينظر نظرة إيجابية في حين أن المتشائم يقول هذا الكوب نصفه فارغ ينظر نظرة سلبية وهكذا الناس من ينظر نظرة إيجابية فهو يعدد نعم الله عليه ربنا أعطانا الحياة وأعطانا الصحة والخيرات لكن الذي ينظر نظرة سلبية فقط يركز على ما سلبه الله وفرع كبير من الأمرين مما يروى أن الإمام جعفر رضي الله عنه كان في إطار حركاته وتنقلاته من مكان إلى مكان في الدعوة إلى الله والإصلاح بين الناس يقال بأنه انتقل من الشام في طريقه إلى قصر الخلافة لكي يصلح بعض الأوضاع وكانت قدمه مريضة ولما يسير في الطريق لمدة أسابيع والشمس حارة والرجل مريضة فتقيحت ثم بعد ذلك لم يجد لها وسيلة للطب والعلاج فإذا بها تنتفخ فلما وصل إلى الحاضرة قالوا هذه الرجل لقد مرضت مرضا شديد ليس لها علاج سوى البطر فقالوا له سوف نبتر لك قدمك يا جعفر فما الذي قال قال افعلوا إذا كان الأمر قدر من عند الله ففعلوا فلما بتروا قدمه وأرادوا أن يدفنونها طرب منهم طرب أخي قالوا ايتوني بها فلما جاءوا بالقدم وهي متعفنة وسوف ترمى تدفن مسح عليها بيده وقبلها وقال يا رب إن كنت قد أخذت مني عضوا واحدا فقنك أبقيت لي من الأعضاء الشيء الكثير هذا قدم قد زال مش مهم ولكن ما بقي عندي كثير بقيت عندي قدم أخرى ويدين ولسانا وشفتين وخيرات كثيرة هذا هو الذي الشاكر إذا أعطاك الله شيء أشكر إذا منعك لا ينبغي أن تكون من الشكين يكتر من الشكوى فربنا عز وجل يؤدب نبيه الكليم سيدنا موسى عليه السلام ويقول له يا موسى إن كنت لم أعطيك سؤلك لما قلت لي ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر للجبل فإني أعطيتك من غير الرؤية أشياء أخرى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخد ما آتيتك وكم للشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخدها بقوة وأمر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفسقين سيدنا موسى لما أفق حينما تجلى ربه للجبل وجعله دك وخر موسى سعق لما أفق سوف يسبح لله قال سبحانك سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين حينما سبح الله وحينما تاب إلى الله وحينما شكر الله على أن أعطاه استفاه على الناس ربنا سبحانه وتعالى مباشرة أعطاه نعمة أخرى هذه قاعدة الله تعالى لما يختبرنا إذا وجد فيك الصبر وجد فيك اليقين فإن الله مباشرة سوف يرفع عنك البلاء ويفتح لك باب العطاء هذا ما وقع لموسى مباشرة ماذا أعطاه أعطاه الله الألواح ما هي الألواح هي كتب غريبة جدا قيل أنها كتب خلقها الله عز وجل هي تبدو من الحجارة لكنها في الأصل هي من الزبرجد فسيدنا موسى كما جاء في بعض الروايات أن الله تعالى أنزل قلم القدرة أول ما خلق الله في الوجود القلم قلم القدرة فقال يا قلم أكتب قال يا ربي وما أكتب قال اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد هذا القلم أقسم به الله تعالى في القرآن الكريم وأفرد سورة بكاملها اسمها سورة القلم نون والقلم وما يسترون يعني قلم القدرة والذين يسترونهم الملائكة المكلفين بالكتابة ربنا عز وجل أرى سيدنا موسى معجزة أراه كرامة عظيمة رأى الألواح ليحجارة لكنها من الزبرجد ورأى قلم القدرة يخط فيها كلام عظيم ذكر في الألواح كل شيء ذكر فيها الحلال والحرام وذكر فيها التشريع بكامله وذكر فيها الوصايا والإرشادات والمواعب وذكر فيها الأخبار السابقة والأخبار اللحقة وذكر فيها أحكام متعددة عند علاقة بالسلم وبالحرب وذكر فيها أحكام متعلقة بالفدية ومتعلقة بالعبادات والطاعات المختلفة وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء هذه الألواح هي ستة ألواح سيدنا النبي محمد بن عبد الله أعطاه الله تعالى سبعا من المثاني سبعا من المثاني وسيدنا موسى أعطاه الله تعالى ستة من الألواح فيها كل شيء موعد وتفصيل لكل شيء قال يا موسى هذه الألواح خدها بقوة خدها بقوة يعني إياك يا موسى أن تضعف أو تمل أو تكل هذا كلام الله خده بقوة وليس برقة أو بسخافة إياك وهذا شاد الكتب المقدسة كل من أخذ كتاب الله ينبغي أن يأخذه بقوة وليس بضعف واستهانة فسيد موسى هو كان قوي وسوف يزداد قوة بهذا الأمر فخدها بقوة ومر قومك يأخذ بأحسنها طلب منه أنه يحمل هذه الألواح الستة التي تشمل على التعاليم وعلى المواعد وفيها تفصيل كل شيء خدها لقومك وأمرهم أن يأخذوا بأحسنها ما معنى أن يأخذوا بأحسنها ذكر العلماء أنهم حينما يختلفون في معنى من المعاني يحملونه على أحسن تأويل يعني في مجال التأويل هناك التفسير وهناك التأويل التفسير هو الشيء الواضح البين يسمى تفسيرا أما التأويل فهو الشيء الخفي الذي لا يعلمه إلا القل القليل فليحملوه على الوجه الأحسن والأفضل ومر قومك يأخذ بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمن بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يروا سبيل الغي تخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين جاء في الألوح أن الله تعالى سوف يذكر في فصل منها يمدح المؤمنين الصادقين المتقين يمدحهم بأنهم سابقين في الخيرات وإنهم يعبدون الله تعالى في كل وقت وحين لكن ذكر أيضاً قوماً آخرين من الأهل الكبر يتكبرون يظنون أنهم علماء وفلاسفة ويظنون أنهم يفهمون فهماً خاصاً بهم هؤلاء ربنا توعدهم قال هؤلاء المجادلون وهؤلاء أصحاب الصفسطة ربنا سوف يصرف عنهم الآيات سأصرف عن آياتي عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق كل من كان متكبر الله تعالى سوف يخفي عنه البراهين والأدلة من رحمة الله تعالى أنه يرين الأدلة والبراهين على وجوده حتى إن بعض الصالحين يرى الوجود كله أدلة وبراهين على وجود الخالق عز وجل وإذا سألته قلت له اعطيني دليل على وجود الله يقول لك ومتى غاب الله تعالى حتى يسأل عنه متى غاب حتى يسأل عنه كل شيء في الوجود يدل على أنه الواحد هذا أهل الإيمان أما أهل الكبر فإن الله تعالى توعد بأنه سيجعل بينهم وبين آيات الله المبتت في الوجود حجاب مستور لا يرونها سأصرف عن آياتي لم يتكبروا في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آياتهم لا يؤمنوا بها وإن يروا السبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا يعني لا تتعب نفسك معهم يا موسى هذا الخطاب موجه لسيدنا موسى الكريم وأيضا موجه لسيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا قرآن فهو يخبر بأن هناك أقوام طبع الله على قلوبهم لا تتعب نفسك معهم فإنهم لن يؤمنوا والذي حجبهم عن الإيمان هو الكبرياء الذي في قلوبهم هو الخيلاء الذي في نفوسهم إلى أن قال ربنا عز وجل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ما الذي وقع سيدنا موسى غاب على قومه من بني إسرائيل أربعين ليلة في البدء هو أخبرهم قالوا سوف أغيب عنكم تلاتين ليلة لكنه لما غاب تلاتين ليلة شعر بلدة مناجات رب العزة وشعر بالعبادة والطاعة قيلت تلاتين يوم كانت هي أيام ذي القعدة فأراد أن يزد عشرة أيام علم بأن هناك عشرة أيام مباركة وهي أيام ذي الحجة التي أقسم بها الله في القرآن الكريم وليالي عشرين زاد عشرة أيام لأنه استغرق في الدكر وفي المناجات لرب العالمين هنا سيظهر إبليس لكي وسوسا قوم بني إسرائيل اختر منهم رجلا اسمه السامري هذا الرجل كان إيمانه مدبدب رغم أنه شهد مع موسى عليه السلام جميع فصول وأطوار الأحداث التي سبق ذكرها حتى إنه شهد غرق فرعون وشهد جبريل عليه السلام لما بعته الله تعالى لكي يقسم البحر وكي يهيج الطرف الآخر على فرعون وقومه وشهد كل شيء هذا الرجل ما الذي فعل لما تغيب موسى ثلاثين يوم وقد وعد قومه بأنه سوف يغيب فقط ثلاثين يوم لكنه زد عشر أيام فقال هذا الرجل إن موسى لقد نسيكم وربما إنه ذهب بعيد وربه معنا هنا لماذا نبحث عن ربه هناك وهو معنا فقال لم تعالوا سأجعل لكم إله نعبده ريت ميات موسى هو غائب عننا لا ندري كم يغيب لقد طالت مدته وزد عليها عشرة أيام سنبقى بغير إله لا بد أن نصنع لنا إله فكان القوم قد جمعوا الذهب الحلي لما غارق فرعون ومن معه بقيت هناك هناك ذهب وحلي فجمعه بعض الناس فقال هيا بنا نصنع من هذا الحلي عجلا فصنع عجلا من ذهب وجمله وصيره كأنه عجل قالوا هذا العجل إنه ليس له حركة وليس له صوت وليس له أي شيء فقال سأجعل له حركة ما الذي ما الذي صنع السامري قال بأنه لما لما كان جبريل عليه السلام فوق الفرس ودرب البحر ووطأ فرسه التراب هو جمع أثرا من أثر الرسول جمع حفنة من التراب الذي وطأ عليه خيل جبريل عليه السلام فأخذ تلك التراب ورماه على العجل فإذا بالعجل صار له صوت وصار له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار يعني له صوت مثل صوت العجل يمو رغم أنهم وجدوه بأنه فقط يمو هذا من تلبيس إبليس لكنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين بعد أن اكتملت أربعين يوما رجع موسى إلى قومه فأخبره الله تعالى قال له يا موسى إن قومك قد اتخذوا من بعدك عجلا صاروا يعبدونه من دون الله سيدنا موسى لم يصدق عقله ماذا يسمع هو كل ما فعله أخرج قومه من فرعون من سلك الذل والهوان لكي يعيش في الأمان وقد رعوا جلال الله وقدرة الله الذي حماهم ونصرهم كيف أنهم يتيهون عن التوحيد ويدهبون للشرك مرة أخرى ويعبدون العجل ذلك بسبب الوثنية الوثنية إذا كانت في القلوب وكانت ويراتية صعب جدا أنك تزيلها لا بد من معاناة ولا بد من صبر ومصابرة ومكابدة لتنزع بذور الوتنية من القلوب سيدنا موسى لما رجع وقد علم بالخبر ما الذي وقع أخبره الله تعالى فلما رجع لن يبقى في الخبر سينتقل إلى المعاينة سيرى ذلك بعينه ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفة غضبان أسفة يعني تصور هذا المشهد القرآني بأن موسى عليه السلام صار في قمة الغضب وقمة الأسف كان يضرب يديه على فخديه ويدرب يديه على وجهيه ويقول يا ويلتاه كيف أن قومي جعلتهم يؤمن بالله ويوحدونه فإذا بهم يعودون مرة تانية إلى الوثنية ويعبدون الأصنام ويعبدون العجل رجع موسى إلى قومي غضبان أسفة قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتموا أمر ربكم فبدأ سيدنا موسى يصرخ بصوته ويقول كلام فيه تتريب عليهم وألقى الألواح كلمة الألواح الألواح هي مقدسة الألواح هي كتب بل هي عبارة عن سخر صنع من الزبرجد كتب بقلم النور قلم القدرة فسيدنا موسى لما شعر بالغضب فإذا به فقد وعيه وألقى الألواح كيف يلقي سيدنا موسى الألواح وهي مقدسة قيل بأن الله تعالى غضب على موسى فاتاهت منه لوحتان كان عنده ستة ألواح فرفع الله لوحتان رفع الله لوحتين وترك لموسى عليه السلام أربعة لوحات وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه هنا قمة الغضب هارون هو أخ موسى وهو نبي موسى رسول عنده شريعة لكن هارون نبي ما عنده شريعة يتبع الرسول وقد كلفه بأن يقوم بحماية قومه ورعايتهم لكنه لم يقوم بالدور المنطبه حتى إن القوم قد تاهوا نحو الشرك وعبدة العجل غضب موسى عليه السلام وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه تصوروا معي رأس أخيه سيدنا أرون كان عنده شعر ناعم وكان سيدنا موسى القوي معروف أن موسى طويل قام وعرض المنكبين وكان مفتول العضلات ويستطيع أنه يضرب ضربة واحدة يقتل الإنسان كان قوي سبحان الله تعالى فأخذ برأس أخيه يجره إلي يجره إلي قال ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين سيدنا هارون النبي عليه السلام عبر عن ضحفه فقال يابن أم يعني قال لي هو شقيقه من أمه وأبيه لكن قال يابن أم استدرار للعاطفة يعني إحنا خوت بنتنا الميمة بنتنا الحليب المشاركين بعضيتنا بزيزينة كيف يقولون بالدريجة كيف ممكن أنك تفعل بي كذا قال يا ابن أم إن القوم استضعفوني هذه الكلمة استضعفوني نفهم من خلالها كيف أن الطائفة من بني إسرائيل أنهم بدأوا يضغطون على سيدنا هارون لعبة العجل أنه كان ينصحهم وكان يرشدهم وكان يفعل معهم كل الوسائل لكن استضعفوه وكادوا يقتلونني حتى إنه لما كان ينصحهم ويرشدهم عن نفوه حتى كاد بعضهم أنه يجعل حدا لحياته فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تشمت بالأعداء يعني أعداءه سوف يقول انظر ماذا فعل به أخوه وإلا سوف يضلونه بأنه هو الآخر كان من عباد العجل لأن بعضهم في بعض الكتب عند اليهود بأن هارون تواطع معهم تواطع مع عباد العجل لكن في الدين معلوم أن الأنبياء في الإصحاح السابع والثلاثين من السفر الخروج عند اليهود أن النبي إذا خلف أمر الله يحترق النبي لسك أي بشر النبي إذا خلف أمر الله يحترق وفي القرآن الكريم ربنا عز وجل يقول ولو تقول علينا بعد الأقاويل لأخذنا منه بالمتين باليمين ثم لقطعنا منه الوتيم هذا حكاية عن سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بأنه سوف يقول كلام من عنده لا يمكن أن يقول كلام من عنده ولو تقول علينا أي كلام ربنا سوف يأخذه أخذ عز مقتدر فلا يمكن للنبي أن يكذب ولا يمكن للنبي أن يغير وإن فعل يحترق ليس يقتل يحترق فلهذا القرآن الكريم برأ سيدنا هارون ممن نسب إليه بأنه توطع مع هذه الطائفة من من إسرائيل وصنعوا العجل هنا سيدنا موسى سوف يأهدأ عنه الغضب وسوف يسكن عنده هذا الشجن قال رب اغفر لي ولأخي وأدخن في رحمتك وأنت أرحم الراحمين بدأ سيدنا موسى يندم على غضبه كيف يغضب هذا الغضب كله ويطلب من الله تعالى الرحمة يستدرر الرحمة له ولأخيه ثم قال الله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم ودلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين الذين اتخذوا العجل هو السامري يسمى موسى السامري هذا الرجل سوف يغضب عليه سيدنا موسى عليه السلام وسوف يدعو الله تعالى بأن يعاقب عقاب شديد ما هو العقاب؟ العقاب وهو أنه قال له لا مساس لا مساس أنه يسير في الطرقات ولا يسمح لأحد أن يمسه كل من مسه يشعر بالألم الفضيع فبدأ يبتعد من الأسواق ومن أماكن الاستحام وصار في البرية يعيش مع الوحوش ومع السباع إلى أن توفاه الله يقول لا مساس لا مساس يشعر بأن الألم في جسمه والعياد بالله أما القوم الآخرين ماذا فعل بهم؟ سيدنا موسى سيأخذ العجل وسوف يحرقه بالنار وبعد ذلك سوف يرميه في الرماد في البحر رماه في البحر ولاحظوا بأن هناك الهندوس إلى يومنا هذا الهندوس في الهند وما حولها لا زالوا يعبدون العجل يعبدون البقر وعندهم نهر الغانج المقدس إذا مات أحدهم يحرقونه ثم يرمون رماده في النهر المقدس هذه من تقوس قديمة عند اليهود سيدنا موسى هذا الأمر فعله بالعجل ولم يفعله بالبشر لكن هؤلاء في الهندوس يفعلونها بالبشر وليس بالبقر لما رمى العجل في البحر وقد سرى الرماد في اليوم الموالي سيدنا موسى قال لم أشربوا من البحر كل واحد يأخذ من النهر يغترف غرفة فلما قالوا لماذا عبدتم العجل فئة قالت لم نعبده وفئة أخرى صادقة قالت فعلا نحن نعبده والفئة الثانية كاذبة لكي يتبين سيدنا موسى عليه السلام قال لهم أشربوا من النهر فلما شربوا الذين عبدوا العجل بصدق ويقين ماذا وقع لهم بقي الرماد في شفاههم والذين لم يعبدوا العجل لم يكن في شفافهم أي شيء فعلم موسى عليه السلام من الذين عبدوا فعلا من الصادقين فماذا كان العقاب والإلهي كان الشديد وقال موسى يا قوم إن الله يأمركم إلى أنفسوة البقرة ربنا عز وجل سيدكر كيف سيأتي العذاب الأليم إنكم ضلمتموا أنفسكم باتخاذ لكم العجل فتموا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم ففي الصباح استيقظ كما جاء في بعض الروايات أن الذين لم يعبدوا العجل استيقظوا وقد أخذ الله أبصارهم ووجدوا في أيديهم السيوف فنزلوا على عابد العجل فقاتلوهم على بقرة أبيهم وقيل بأن عدد المقتولين حوالي سبعين ألفا سبعين ألفا ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون سيدنا موسى عليه السلام سيأخذ الألواح وكأنه قلص كانوا اليهود بني إسرائيل كانوا كتر فهذه الطائفة التي عبدت العجل هذو مشركون كما هو في كل عصر حتى نحن في عهدنا المسلمون عندنا هناك أناس يعبدون يعبدون الأضرحة ويعبدون الأوتان ففي كل عصر وأيضا المسلمون لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بيوم الجمعة قال لهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ما الذي وقع مجموعة من المسلمين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا القافلة قاموا إليها وتركوا النبي الكريم يخطب وإذا رأوا لهوا أو تجارة انفضوا إليها وتراكوك قائمة ففي كل مجتمع كالقوح طائفة دائما فيها فساد أو فيها قلة تديم والطائفة التي بقيت مع سيدنا موسى هي الطائفة الصالحة الطائفة المؤمنة وهذه الطائفة وضعوا لهم عيدا سموه عيد الغفران ذلك اليوم من تم ما يسمى الآن بعيد الغفران عيد كيبور الذي ليومنا هذا يحتفل به اليهود في كل العالم أنهم يصومون خمسة وعشرين ساعة اليوم في أربع وعشرين ساعة هم يصومون خمسة وعشرين ساعة أنهم لا يعملون أبدا في ذلك اليوم ويظلون ولا يأكلون ولا يشربون سيام كامل ويظلون في العبادة وفي المناجات والتسبيح والتوبة والاستغفار كتسمى صلوة الندم يوم كيبور يوم الغفران هنا شرع ذلك اليوم لكي يستغفر الله تعالى على ما فعله هذه الطائفة من بني إسرائيل ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون الألواح فيها كل شيء هذه الألواح قلنا بأن ستة ألواح لما غضب موسى وألقى بها ربنا رفع لوحتان وبقيت ستة وبقيت أربعة ألواح مدى فيها فيها كل شيء فيها كل ما يتعلق بالعقيدة والإيمان والبعث والنشور والموت وتكفين الأموات فيها الحلال والحرام في الطعام والشراب فيها ما يتعلق بقانون الأسرة فيها ما يتعلق بقانون الحرب وقانون السلم فيها ما يتعلق بالحاكم والمحكوم والرعية فيها ما يتعلق بالمواعب فيها ما يتعلق بكل شيء فصل فيها الله تعالى كل شيء الألواح التي ربنا مدحها وقال وفي نسختها هودا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون الذين يخافون عقاب الله تعالى مما يروى أن قتاد أحد المفسر الكبار من السلف الصالح يروي أن الألواح فيها كلام سيدنا موسى مما سيجد في الألواح قال ربي إني أجد في الألواح أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يا ربي فاجعلهم أمتي فقال الله تعالى تلك أمة أحمد فقال موسى عليه السلام ربي إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون الصابقون في دخول الجنة ربي جعلهم من أمتي فقال الله تعالى تلك أمة أحمد فقال موسى ربي إني أجد في الألواح أمة أناجلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا يا ربي اجعلهم من أمتي فقال الله تعالى تلك أمة أحمد فقال موسى ربي إني أجد في الألواح أمة يؤمنون بالكتاب الأول وبالكتاب الآخر ولا يفرقون بذلكتب السماوية ويقاتلون فصول الضلالة حتى يقاتل الأعوار الكذاب فاجعلهم أمتي قال الله تعالى تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ربي جعلهم أمتي قال الله تعالى تلك أمة أحمد فقال موسى عليه السلام ربي إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة فاجعلهم أمتي قال الله تعالى تلك أمة أحمد قال ربي إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي قال الله تعالى تلك أمة أحمد فقال موسى ربي إني أجد في الألواح أمة هم المشفعون والمشفوع لهم فاجعلهم أمتي قال تلك أمة أحمد فقال قتاده فلما سمع موسى كل هذا الكلام نبد الألواح وقال اللهم اجعلني من أمة أحمد اللهم اجعلني من أمة أحمد اللهم اجعلني من أمة أحمد على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونجدد الترحاب بكم مستمعي الأفاضل ونذكر بأرقامنا الهاتفية لمن أراد التواصل أرقامنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 فمرحبا بالجميع ونبدأ أول مكالمة من إقليم واتزم مع للافتنا السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر